ميناء طنجة المتوسطي أكبر نقطة عبور للجالية المغربية المقيمة بالخارج بتوالي السنوات يؤكد هذا الميناء الضخم مكانته في صدارة نقاط العبور بالمملكة المفضلة لدى الوافدين إلى المغرب أو المغادرين آخر الأرقام الرسمية أشارت إلى أن السنة الجارية سجلت زيادة فاقت 7% في عدد المسافرين الذين عبروا عبر ميناء طنجة المتوسطي الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أكدت أن خدمات ميناء طنجة المتوسطي المقدمة للمسافرين شهدت تحسنا معتبرا من خلال زيادة عدد المناطق المضللة داخل فضاء الميناء وكذا توفير مناطق ترفيهية لتحسين ظروف انتظار الركاب قبل الصعود إلى الباخرة وتزكي هذه الأرقام المحينة تقدم ميناء طنجة المتوسطي كوجهة مفضلة للعبور على مستوى المغرب ذلك أن أرقاما صدرت مستهل هذا الشهر سجلت عبور أزيد من نصف مليون شخص و141 ألف سيارة منذ انطلاق عملية مرحبا 2016 في الخامس من يونيو الماضي وإلى حدود الواحد والثلاثين من يوليوز الماضي وهو ما يعني زيادة في دفق العبور بـ 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إدارة الميناء تقول إنها اتخذت جملة من التدابير لتيسير عملية العبور التي أصبحت تجري في أقل من ساعتين فقط في الحالات القصوى وفق بيانات الإدارة ويسهم في بلوغ هذا المستوى توفر الميناء على أسطول مهم من بواخر العبور فضلا عن الإجراءات الاستثنائية لعملية العبور مرحبة والتنسيق المحكم بين المصالح والإدارات المعنية بالعملية لسيما المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمالك اشتركوا في القناة